قال العلامة الإمام بن القيم رحمه الله تعالى فصل ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها وما لا يصلح إلا له وحدة مثل العبادة والإنابة ونحوها قال فإن العبادة لا تصلح إلا له وحدة وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة باسمها المطلق فقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأعظم أنواع المحبة المذموم المحبة مع الله التي يسوي التي يسوي المحب فيها بين محبة الله ومحبة الند الذي اتخذه من دونه في قول الله قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين طيب إذ نسويكم برب العالمين يسوونهم في ماذا في المحبة طيب تفسرني كثير إذ نسويكم برب العالمين وفي قول الله يحبونهم كحب الله أي يساوون بين محبة الأصنام ومحبة الله قال رحمه الله وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد يعني العصى وعقيدة أهل الصنة أن العصى تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنبهم ثم المآل إلى الجنة قال وأصل ومدار القرآن ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها إذن عندنا محبة العبادة محبة الله ومحبة ما أحبه الله المحبة الشركية أن نحب غير الله كحب الله أو أشد المحبة الطبيعية التي لا تتجاوز حدها كحب النفس والولد والزوجة والمال وما أسبح ذلك في تفسير ابن كثير قالوا يعني هنا قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أي يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين